يجي يشتكي أو يقول ابني بنتي عمل عمل لكن بحدش فينا كأباء أو أمهات بيشوف نفسه إحنا بنعمل إيه غلط في حقهم ليه الفجوة اللي دايماً موجودة بين سلوك الأباء الأبناء والبنات وبين بابا وماما وشكوته الفجوة أنه الأباء غالباً بيتاجهوا إلى أربع محاور في التربية كلهم بدفع الحب الدفع الداخلي عند الأب مش طريقة التربية لكن الأبحاث كلها قالت أن الأهالي بتربي بحاجة من أربعة يا أباء مسيطرين يا أباء مهملين يا أباء متساهلين يا أباء حازمين السيطرة غير الحزم يعني أعتقد الأربعة حسر لفيهم حاجات قريبة من بأهم الحزم دي يقصد بها الحزم بحب الحزم بحب الحزم بحب فرق بينهم كبير بين مثلا الحزم بحب وبين السيطرة أنا أخذ محضرتك الأربعة بالتفسير يعني أنا اللي نفسي نوصل له غير إن إحنا نعرف التربية الصح إيه أو الكتاب بيحب إيه لكن إحنا كأباء أنهي واحد من الأربعة دول كل واحد يكون صريح مع نفسه يعني نكتشف بس إحنا بنربي لأنه كل واحد بيربي بيدفع الحب جواه مش اللي بيعمل بيابنه أه لكن يعني يا مسيطر يا أب مسيطر يا أب مهمل مش أباء برضو كلمة أباء بمعنى بيرانت يعني مش الأب لكن ممكن الأب أو الأم يا مسيطر يا مهمل يا مستسهل يا أم حزم مع حب يعني إلا حضرتك تقصده بتتكلم النهاردة عن بابا وماما مش كده؟ آه بالضبط كده طيب تمام السهل إن أنا أكتشف أنا بربي بأنهي طريقة؟ لو يعني لو وضحنا أكتر وحطناها في جدول أكتر وبيننا أكتر ممكن واحد يقيم جزئيا طيب إحنا النهاردة عايزين على آخر الحلقة كل واحد فينا يعرف يقيم هو في أنهي جزء أو في حاجة من الأربعة والصح كمان يبقى في أنهي نقطة من الأربعة أبدأ مع حضرتك بالقب المسيطر أو الأم المسيطرة آه بيكونوا عميني إزاي؟ وهكرر أخذ من كلام حضرتك أنه برضو بتبقى بدافع الحب ما دي أهم حاجة الأب المسيطرة أو الأم المسيطرة هم أب وأم طموحهم عالي أحلامهم عالية عايزين يحققوا قيم ومبادئ في أولادهم بس من غير مسندة عاطفية يعني أنت ما تلكش قول ليه؟ إيه اللي نقصك؟ مجموعة وبيديك درس وبيديك وبذكر معاك وجبت لك كل الكتب ديني تفسير ما طلعتش الأول ولو طلعي الثاني أو الثالث طب هي البنت الأولى أحسن منك فيه هو معالش حاجة غالط هو عايز ابنه يطلع الأول لدفع الحب لكن دخل ابنه في مقارنات في أنه يعيش طول حياته الدراسية من 18 سنة عشرين سنة طول الوقت بيكافح يرضي الأب أنا كدكتور أطفال بشوف أطفال بترجع طول موسم الشتاء وسليمة في الصيف من الدراسة؟ الدراسة أدي أمة إيه؟ أنا مش هكلمك مش هعطبك أنت ليه ما طلعتيش الأولى؟ طب أنت ليه نسيتي؟ هو إيه المشكلة لأنه أنا أنسى فممكن البنت تبقى رايحة المدرسة وخايفة تزعى الأمها اللي بتحبها مش خايفة من أمها خايفة تزعى الأمها الأتنين بقى هو حسب رد الفعل أصلي الأتنين بتفرق يمكن برضو فيه أمهات تسمع ده طريقة تيل عنيفة يعني صوت عالي ألفوذ تدايق فالولد أو البنت بيخافه من ماما من العنف وفي نفس وقت ممكن أنا ما كنتش صوتي عالي ومش بغلط بس بقنب كتير بقنب بخاف ما بكلمكيش طب رافو عليك 23 من 25 ممتازة بس يعني طب و الدركتين دولين أو إيريني جابت 24 ليه أحسن منك فيه فهو الأب دايما هو فيه له عايز يبقى ابنه الأحسن لكن دايما تطلعاته عالية وعقوبات صارمة ترجمة نانسي قنقر